اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ خروج رياض سليمي من الحاكمية وربما قبل ذلك تفاجأوا بهذا التوقيف الصادر عن نفس القاضي اللي كان الى حد ما يواجه القاضية غداعون في هذا الملب بالتحديد وسحب منه ملفات ومنع عن ملفات اخرى لذلك اليوم هناك خشية من ان يكون هذا التوقيف هو لتغطية على امر ما كان يمكن ان يحصل في القضاء خارج لبنان او في الملف القانوني لرياض سليمي خارج لبنان ثم جاء هذا التوقيف في لبنان ليقطع الطريق على المسار القانوني الخارجي وهناك ايضا خشية من ان يكون هذا التوقيف هو بداية نهاية ملف رياض سليمي القانوني والقضاء علينا ان ننتظر ما بعد الاربعة ايام التي تعتبر توقيف احتياطي هل ستصدر مذكر التوقيف وجهية يعني مع المفارقة رغم كثير من الاسئلة حول اداء غداعون قاضية غداعون ولكن هي طرحت اسئلة اساسية امس عن ملف رياض سليمي عن تحقيقات في اكثر من ملف هل ستنطلق هذه التحقيقات بشكل جدي ام اننا فعلا قد نشهد على اقفال هذا الملف الى النهاية يعني هناك مخاوف جدية مخاوف جدية جدا لانه بلبنان تعودنا جيمي نحن على ان المسال القانوني عادة لا يأخذ مجراه الى النهاية خاصة في ملفات كبيرة كهذه لذلك نعم كما كان التوقيف مفاجئا سأقول ان المفاجئة اكبر بحال كان التوقيف حقاكويا دكتور هاديمراد يعني كيف شفت هيدا السيناريو بالامس وبرأيك لماذا تأخر توقيف ومحاكمة رياض سليمي يعني عمد انتعود على المفاجئات باخر فترة يعني دايما نطرين شي فاليوم انا رأيت يعني واعتقد انه توقيف الرياض سليمي مبارح يعني هو نوع من استكمال لفرط هذه المنظومة ولو انه بالشكل ولكن هي سابقة حقيقة انه نشوف حاكم مصر في لبنان سابق اليوم مش استدعي الى التحقيق انما تم ايقافه واليوم هذا له دلات كتير كبيرة لانه رياض سليمي هو يعتبر حامي اسرار هذه المنظومة وبالتالي استدعاؤه منه كلمة يعني سهلة جدا وهو كمان اهم من منصب نائب او وزير فاليوم متل ما استدعوه وتم ايقافه وراح مرة بيروح مرتين وبروح ثلاث مرات وبروح اربع مرات ويمكن من بعده خلينا نكون متأملين نشوف نائب او وزير لانه هو كمنصب اهم من نائب او وزير يعني لا انا ما بشوفك انا اعتقد انه من بعد المرحلة الاخيرة من شهر تقريبا عندما اتى بعض القضاة الفرنسيين الى لبنان وطالبوا القضاء اللبناني بانه يتحرك تجاه الجرائم المالية التي حصلت في هذا المصرف وعملية غسيل الاموال شفنا ملف واحد ظهر اليوم بتوقيف رياض السلامي هو موضوع الاوبتمام اللي هي هذه الشركة التي ساهمت فيه نوع من الهدية المالية لمصرف لبنان وايضا اضف الى ذلك صدر هذا الموضوع من بعد تحقيق شركة الفاريز الدولية بموضوع التحقيق الجنائي اليوم انا ارى انه هذا التوقيت هو توقيت حساس جدا وما حصل ليس لعبة لا اعتقد انه هذا موضوع لا اخفاء انظار العالم عن شيء اخر ومتل ما قال السيد محمد بدنا نشوف ننتظر هذه الاربع ايام لنشوف اذا هل هذا جدي ام لا انا اتأمن ان يكون جديا ليس كموضوع رياض السلامي انما كموضوع منظومة سياسية كاملة متكاملة لانه اذا سقط بس انت من يلي بيقول لا تقبي هذه المنظومة شو تغير تيصير اليوم في امل وفي لانه لانه هذه المنظومة اليوم تحتاج الى ان يعني تبيض هذه الصفحة المالية امام المجتمع الدولي لانه شو بيعرفك مثلا لنقول بمحل ما يتوقف التحويلات المالية على الائلة اللبنان بسبب الفضائح المالية التي ممكن ان تشهدها المصارف والبنوك فاليوم نحن باقتصاد لبناني يعتمد بمحل ما بسبعين بالمية او ستين بالمية على تحويلات المقتربين وتحويلات الذين يعملون في الخارج فاليوم هذا الموضوع حساس فحتى لو هذه المنظومة بدا تبين للمجتمع الدولي انه نحن بلشنا نحاكم على الجرائم المالية انما اخر شي رح يوصل البلدأنا يمكن انا بعتقد انه هذه المنظومة المالية يمكن خدعت بهذه الطريقة ولكن العبرة في يعني عم تربط كمان وضع لبنان على اللائح الرمادية او تهديدات الوضع لبنان بهيدا الموضوع صحيح اكيد في ارتباط يعني انه الدكتور هادي عم بيعتبر انه ممكن يكون رياض سلامة كبش محرق او لطبيع صفحة منظومة او لطبيع صورة منظومة برأي رياض سلامة اكبر من ان يكون كبش محرق يعني عادة ان كبش محرق بيكون موظف صغير رياض سلامة ليس موظفا صغيرا بحال يفضحهم هادي هي بحال كان الملف جده وسالك انه انا رح تكون انت الضحية هل رح يسكت رياض سلامة؟ في خوف على امنه على وضع الصحة برأيك ممكن بلبنان كل شيء وارد كل شيء وارد المشهد مبارح جمي مفاجئ جدا زلم يراح باجراه بعد ما كان يمتنع بكتير مرات من دون محامة صح صح كان يقال مختفي مش موجود وكذا يعني في شيء صار خلى رياض سلامة يروح ويتم التوقف هذا الشيء اللي صار بعد ما حدا لا عرفه ولا كثيرا اكيد كان معه خبر اكيد حتما استاذ محمد علوش رح انتقل انا وياك وضيفي ايضا دكتور هادي مرات الى موضوع الحرب يعني بالمنطقة وبعد حوالي فتنا بالمرحلة 11 تقريبا او بالشهر 11 يعني شو اللي اتطور بملف الحرب لوين وصلنا بهذه الحرب شو قدمت هذه الحرب شو غيرت هذه الحرب اذا بنا نعمل هيك عرضة سريعة يعني من 11 شهر لليوم بداية غيرت الحرب طريقة قراءة العقل الاسرائيلي يعني انا بالنسبة لي اليوم لا امقعد استطيع قراءة العقل الاسرائيلي بما كنت اعلم عنه من 48 للـ 2023 لا المنظومة العقائدي نفسها ولا الاسس الامنية نفسها ولا حتى طريقة تعاطي اسرائيل مع الملفات في المنطقة نفسها نعم وبالتالي هلنا نحن اليوم امام اسرائيل جديدة اسرائيل شعرت بخطر وجود الى المرة الاولى بتاريخها وتتعامل وفق هذا الامر لذلك لمقاربة اي مستقبل لهذه الحرب علينا ان ننطلق من هنا من ان اسرائيل لا تخشى الذهاب نحو حرب شاملة وهي تريد الحرب الشاملة لكي تدخل امريكا فيها اسرائيل لا تخشى طول مدة الحرب وهي تقترب من العام اسرائيل لا تخشى سقوط قتلى وهي انطلقت من الف قتيل واسرائيل لا تهتم بالاسرة وهي التي كانت تبادل رأس قتيل من عندها على الف اسير عربي بس ننطلق من هون نقدر نحاول نستشرف المرحلة اللي جاي بالمقابل حماس اليوم في وضع صعب نعم ولكنها لازالت تجلس على طاولة التفاوض بسبب وجود جبهات الاسند اليوم جبهات الاسند ماذا قدمت لهذه المعركة يمكن ان نقول ببساطة اليوم بامر بديه وسريع جبهات الاسند سبب جلوس حماس على طاولة التفاوض وسبب تمسك حماس ببعض المطالب الاساسية بما يتعلق بالتفاوض ان كان الانسحاب من غزة او غير مطالب هذه جبهات الاسند وهذا كان اصل وجود جبهات الاسند من جهة لم تتمكن صح جبهات الاسند من تقليص مدة الحرب وهي التي كانت تدفع باتجاه انهائها منذ البداية لم تنجح في هذه المهمة ولكنها نجحت حتى الان في منع انهاء حماس وهذا الدليل يأتي على لسان نتنياهو نفسه الذي يقول تتوقف الحرب عندما تنتهي حماس سياسيا وتنتهي سلطة العسكرية وبالتالي هي لم تنتهي بعد سبب صمود حماس اضافة الى ما تقوم به داخل غزة هو هذه الجبهات المفتوحة التي تجعل من القضية من قضية الحرب قضية اساسية على رأس جدول اعمال الدول القبرى على رأس الامريكا نحن اليوم هنا بس في تفصيل هون ايضا نعم عم تشمل جبهات الاسند ببعض ولكن الجبهة اللبنانية هي يمكن الأكثر تأثرا بالحرب والاكثر تدخلا به بنسبب الارتباط الجغرافي مش بسبب ارتباط الجبهة بالعكس حجم انغماس اليمن في الجبهة قد يكون أكبر من الحجم انغماس اللبناني حجم ما قدمه اليمن وتأثيره يمكن قد يكون اكبر مما قدمه cięجر alleged نحن لأننا مترابطين جغرافيا مع فلسطين المحتلة فأن هذه الحرب نشهدها بواقعا أكبر ربما نشهد تأثيرها المباشر وغير المباشر نشهد تداعية وعن نتأثر بطريقة مباشرة أكثر من غيرنا هلأ أنا بموضوع التأثير عم نتأثر كلبنان عندي كتير صراحة تحفظات على الكلمة يعني أنا بقدر نقشك من اليوم للصبح كيف في مناطق استفادت اقتصاديا من هذه الحرب ومناطق تعرضت لضرر كيف في مناطق تعيش الحرب ومناطق أصلا لا تعيش هذه الحرب بشكل كامل هذا لبنان وأنا استطيع أن أتحدث إلى نهاية رح أتركها للنقطة التانية دكتور هادي مراد شو تغير من وقت ما بلشت هذه الحرب لليوم بيقول الأستاذ محمد علوش أنه كل هذا الإسناد هو الإبقاء حماس على طاولة التفاوض يعني أنا بدي بلش من مطرح معين من موضوع الاعتراف الاعتراف دائما بالضعف فضيلة لأنه الاعتراف بالضعف بيأكد لي أو بيخليني يقول أنه أنا شو بقدر أعمل بالأيام اللي جاي اليوم قد ما اختلفت أنت مع حزب الله أكيد أنت بين وبين إسرائيل أنت ضد إسرائيل إنما اليوم هناك بالقراءة بقراءة المشهد العسكري اللي حصل بآخر 11 شهر وعم نشوف نتائجه اليوم على الأرض هناك هزيمة عسكرية تعرضة إلى هذا الحزب في الجنوب اللبناني هزيمة عسكرية نحنا ما عم نشمت نحنا عم نوصف شو صار اليوم بدنا نسأل نحنا ليش صار في هذه الهزيمة شو هي أسباب هذه الهزيمة العسكرية بالميدان طالما نحنا عنا عتاد وعنا عتيد وعنا قوى عسكرية فإذن نحنا كنا مفاكرين حتى خصومه لحزب الله بالاعتدال الشيعي حتى خصومه نحنا كنا مفاكرين أنه مثل ما هو بيقلنا أوهم بيت العنكبوت طيب اليوم نحنا كنا نطغين على سبيل المثال شباصي خدنا على الأدز اليوم طلع هالبازات عم تهرب بضاعة من ميس الجبل الآخر شيء يعني الموضوع بيقول لك ياه أنه هناك قراءة في المشهد العسكري يجب أن تنعمل اليوم الحرب ليست حرب عسكرية اليوم كما قال تفضل زميلة هناك حرب تكنولوجية حرب استخباراتية حتى حرب عملاء في داخل هذه البيئة اليوم نحنا لازم نشوف ونقيم هذا المشهد وبعدين نقول إذا نحنا انتصرنا أو لا هذا الشيء اللي بيخدنا لموضوع الخسائر الباهظة التي حصلت في الجنوب اللبنان يعني عبدالل ما فيه توازن طبعا اليوم أنت بتشوف أول شيء نحنا كلبنانيين وكيهود في إسرائيل نحن وقود تفاوض بين الأمريكي والإيراني بمعنى أنه الأمريكي بيفاوض على الإسرائيلي والإيراني بيفاوض على دم اللبناني ولكن آخر شيء بتشوف أنه هن عندهم كل شيء نحنا ليس هناك لدينا لا عيشي كريمي ولا ولا ماد ولا اقتصاد ولا مجتمع أنت اللي عم تكلها يعني أنت بالنسبية تبع الخسائر التي حصلت في لبنان وحصلت فيه عند العدو الإسرائيلي يعني لا تقارن وهون أنت بدك تسأل شو هو المخبي للمستقبل عم بيقول لك ألا تستحق يعني أو موضوع بقاء حماس على طاولة المفاوضات ألا يستحق هذا الإسناد؟ أنا بعتقد لبنان وقضية لبنان أهم بكتير من أنه أعمل جبهة إسناد يعني اليوم أنا وقت اللي بيكون لبنان بلد على الخريطة موجود اقتصاديا وبيحكي بالمجتمع الدولي أنا بهمني لبنان هو يقعد على الطاولة ويحكي بالمجتمع الدولي ما بهمني حدا غير مما كان اليوم نحن مع القضية الفلسطينية لآخر حد بس أنا لبنان أولا قبل أي شيء آخر لبنان أولا لبنان أولا بشعبه بناسه بطواقفه كله عم نحكي مش بس عم نحكي عن موضوع المسلم الشيعي والسني اليوم كل الطواقف في لبنان تتعرض إلى هذا الكم يعني من الضرب ومن الخوف ومن الرعب ومن الذعر ونحن شبعنا يعني نحن عطول بعدنا عم نحكي نطلع من أزمة ونفوت بأزمة تاني فنحن ما بعتقد نحن جسمنا هالأد يعني يحمل كل هذه التبعات اللي عم يحملها اليوم باللبنان حتى نعمل جبهة إسناد يعني بفهم أنا مثلا أمريكا تعمل جبهة إسناد مثلا على المكسيك مثلا بفهم مثلا دولة مثلا ألمانيا تعمل جبهة إسناد لبولندا بس أنت لبنان عم تعمل جبهة إسناد بوقت أنت بدك مين يسندك؟ بعتقد هذه المعادلة هي معادلة منها ورقعية ومنها حقيقية حقيقة القضية اللبنانية أولا بالنسبة لدكتور هاديمراد والشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي ضحية عن الإيراني والأمريكي ممتاز ما هي تعنيئك على هذا الكلمة؟ الوجود الإسرائيلي بالمنطقة يعود إلى ما قبل بكثير من نستورة الإسلامية في إيران ووجود هذا النظام في الجمهورية الإسلامية وبالتالي لا علاقة بين وجود إسرائيل والملفات الإيرانية الأمريكية ولا علاقة اليوم لوجود إسرائيل وماذا قم به في فلسطين وفي غير مناطق واحتلال الجولان واحتلال لبنان لتفاوض النووي الإيراني فهو سابق عليه بكثير سأعود بالبداية إلى ما قلت عن الهزيمة العسكرية التي تعرض إلى الحزب في الجنوب ما هو تعريف الهزيمة العسكرية؟ إن كانوا في إسرائيل إلى اليوم يتحدثون عن واقع أمني صعب يسعون بتعبيرهم يسعون إلى تغييره لإعادة سكان الشمال إلى المستوطنات أي هزيمة؟ أي هزيمة؟ الهزيمة التكنولوجية التي أدت إلى اغتيال عدد من الكوادر؟ نعم هذه حرب العدو يتفوق تكنولوجيا ولكن هزيمة عسكرية؟ هناك شمال فارغ تماما من مستوطنين ومن سكان ومن مصانع ومن معامل ومن كل شيء يتعلق بالحياة هو فارغ كما هو فارغ الجنوب اللبناني بشقه الجنوب الليطاني ولكن عندما تحدث عن هزيمة عسكرية ما هو التعبير الذي يوصف هذه الهزيمة العسكرية؟ أنا أريد أن أعلم أيضا إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت؟ نعم دكتور إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت والدليل أنها للمرة الأولى لا تستطيع أن تستمر دون هذا الدعم الأمريكي العسكري المباشر ليس عبر جسور جوية ولا عبر طائرات محملة بالذخيرة بل عبر تواجد عسكري مباشر في مياه البحر المتوسط وعلى البحر في غزة وفي كل مكان فإذن نعم هي أضعف من بيت العنكبوت ولو كانت إسرائيل لوحدها في هذه المعركة وأنا لست ممن يقولون لو أن أمريكا مش معها كنا أعملنا وسوينا لا هي أمريكا طول عمرة معها ولكن هي اليوم بحاجة إلى هذه الأمريكا أن تكون إلى جانبها عسكريا بشكل مباشر لأنها تخشى على وجودها ولأنها تخشى على وجودها تقوم بكل ما تقوم به من حروب مستمرة منذ 11 شهر إلى اليوم هذه إسرائيل ضعيفة أما هزيمة الحزب فأنا أترك هذا الرد لكل المحللين والقادة العسكريين في إسرائيل نفسه الذين يتحدثون كيف يقوم حزب الله بتسيير المعركة في الشمال كما يريد وكيف يقولون أن الحكومة تخلت عن الشمال وكيف يقولون أن على الجيش التدخل لاستعادة الشمال وهو لم يفعل ذلك حتى الآن هذا ليس نصر بالنسبة لك أو رباح يعني ما هيدي الفكرة معيير النصر ومعيير هزيمة ما نفعي إذا أنا أريد أن أنتصر في الخارج ونحن نتمنى أن أنتصر على العدو الإسرائيلي في الخارج إذا نحن بالداخل مهزومين يعني كمان اليوم هزيمة العسكرية التي قلت عنها هي تعبير شامل وعام هي عبارة عن تبعات كمان هذه الحرب على لبنان يعني اليوم أنت وقت اللي بتخسر أكتر من مليارات الدولارات في موضوع الاقتصاد والمجتمع اللبناني وبتهجر أكتر من 200 ألف تقريبا نازح لبناني أين تأثيره على الاقتصاد اللبناني أخبرني أين تأثير الحرب بشكل مباشر على الوضع في لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا اليوم أنت في عندك يأتي إلى لبنان في بينح زيران إلى أيلول أكثر من مليون لمليونين تقريبا من السياح اللبناني وبيدخل بين 6 إلى 7 مليار دولار وبيدخل 6 إلى 7 مليار دولار أنت اليوم بحاجة لكل مليار دولار بحاجة لكل مليون دولار اللي هتكون عم تفوتوا على الخزينة اللبنانية بظل هذا الوضع الاقتصادي اللي مرت حقيقة فاليوم هذي أول هزيمة عم أتعرض للمبنان أرقام المطار تؤكد عدم صحة هذا الكلام وأرقام المطار بتأكد أديش فل؟ في حزيران 400 وشوي ألف مسافر في حزيران الماضي 400 وشوي ألف مسافر فارق عدد يعني أقل يمكن من 20 ألف هذي فلوا كله وقت اللي وقت اللي وقت اللي ليش مش بتل استيرت أب وطموز طموز وقاب ما في حدا دخل خطة صارت بطموز وقاب ولمعرفة ماذا حصل بعد استهداف الضاحية استهداف الضاحية خرج نطاق الحرب القائمة في الجنوب صح؟ ليش؟ هو حدث مفصلي حصل فيه فيه تاريخ معين فيه حرب بين إسرائيل وبين حزب الله وكان ما بعده أيام صعبة بانتظار الرد وانتهى الرد واليوم عدنا إلى ما كان قائما منذ أشهر وبالتالي أنا أريد أن أعلم هذه الحرب كيف أثرت سياسياً لم ننتخب رئيس كنا بلا رئيس قبل الحرب اقتصادياً نحن في أزمة من عام 2019 ولم يجدوا أي حل ولا أي خطة ولا أي عمل باتجاه الحال اجتماعياً اليوم بالجنوب اليوم الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف واللي راح الانتاج الزراعي واليوم المصالح اللي سكرت وفرص العمل اللي سكرت والمدارس والجمعات والمستشفيات 87 للعام 2000 نحن عم نعاني من هذه الآثار الاقتصادية في الجنوب ولما كنا متركين وكان إسرائيل موجودة عنه واليوم الجنوب نعم تأثر إلى حد ما تأثر ولكن أنا أتحدث عن لبنان يقولون تأثيرات الحرب وتداعية الحرب لا سياسياً غيرت ونحن أصلاً سيئين جداً في السياسة لا في الاقتصاد ونحن أصلاً نتصارع اقتصادياً ماذا أثرت هذه الحرب؟ هذا إذا كنا نتحدث عن تأثير الحرب داخلية أما قضية لبنان هذه نسيت رد عليها قضية لبنان والشعب اللبناني عندما أفصله عن محيطة الطبيعي والجغرافي فأنا هم أبقوا المنطق أنا مجرد إسرائيل ولا اخترت العداء لإسرائيل ولا أنا اللي هجمت على إسرائيل في البداية أنا أدافع عن أرضي بوجه مطامع إسرائيل بس من أكتغر أنا اللي بدأت بهذه الجبهة؟ إذا بدك تحكي بهذا المنطق أنا أقول لك هناك أراضي محتلة فإذا كل يوم هو مقاومة طالما في أراضي محتلة طيب هذا الواقع موجود فإذا القضية اللبنانية اللي عم بتعاني من نزوح سوري اليوم ومن نزوح اقتصادي أمس من نزوح فلسطيني أمس لا يمكن فصله عن ما يجري في المنطقة لا يمكن فصله عن الصراع العربي الإسرائيلي والصراع اللبناني الإسرائيلي بالتحديد هذه القضية اللبنانية هذه مصلحة لبنان إذا كنا نعتبر الجنوب جزءا من لبنان أما إذا كنا لا نعتبره جزءا من لبنان فهذا حديث من آخر نتحدث عن أن قضية الشعب اللبناني من الأول ومن اتجاه الشمال تختلف عن طبيعة القضية اللبنانية من الأول باتجاه الجنوب إنما إذا كان لبنان واحد فإسرائيل لها مطامع في لبنان ومنذ يومين فقط قال نتنياهو كان خطأا كبيرا أن نخرج من لبنان عام 2000 وهو إذا توفر هذه الكلام مش من بعد ما صارت الحرب من بعد ما دخل حزب الله حزب الله موجود وإسرائيل موجودة بس كان له 10-15 سنة بضمن قواعد اشتباك معينة صح كان في لحظة هدوء إلى حد ما فرضت الأحداث التي حصلت في طفان الأقصى فرضت الدخول في هذه الجبهات هذا أمر صحيح نحن لا ننقل ذلك اسمح لي بس السيد محمد علوش الدكتور هادي مراد يعني وقت اللي بيقلك السيد محمد إنه شو أثرت هذه الحرب انتخاب رئيس ما كان في رئيس وأزمة اقتصادية ظلت مكملة انت كشخص اليوم يعني عم بتعيني وعم تنتقد هذه الحرب وتأثيراتها على الداخل اللبناني انت تأجيل أو تمديد فترة الشغور الرئاسي ما بتقدم وبتأخر بلبنان موضوع الاقتصادي ما كان مفترض لو ما التهينا بهذه الحرب ما كان لازم يكون في حلول اقتصادية على الأقل أنا بس بدي اسأل ردا على هذا السؤال إنه اليوم يعني احنا عم نتناقش ألا بموضوع إنه حقية استندار هذه الحرب أو انتهاءة يعني أنا صارت حس إنه يعني جبهة الممانعة اليوم عم تجرب تبرر فكرة إنه لا الحرب منيحة إنه ما خسرتنا على الأقل ضروري يا عبد إنه ضروري مش النيحة ما في حرب منيحة هذا اللي عم قوله إنه اليوم نحنا بدنا نشوف أنا عم قول جردة حساب أي شركة بتفتحها وبتسكرها أو شو ما تعمل بالحياة من بعد ما تنتهي هذه المسألة حتى السيد حسن بخطاب الأخير كان عم بيقول جع عبيوتكم يعني فإذن يعني إذا بدك تحلل شؤال يبدو إنه عم بيقول إنه خلاص انتهت لأنه ما بعد تقدم بدي خاطر بالشعب ويقوله جع عبيوتك جع عبيوتكم طبعا كان بيقصد نازحين للجدد الجدد يعني بعد عملية الإغتيال بالصحة يعني الموضوع عم قوله أنا إنه بهذا الخطاب عم بيقول هذا الشي إنه تعال نحلل ونحنا بدنا نقول تعال نحلل شو صار بهذه الحرب شو صار بتبعاتها وبتوبعها على لبنان أنا اليوم لما أشوف أكثر من من مئة طبيب من يعني الزيوية تبعي عم بيهجروا عم بيسفروا على الإمارات على السعودية على أوروبا بعرف بأنه أنا عم بخسر وهلأ هجرة الأدمغة بلشت أكثر وأكثر من بعد من إحنا بعد كوفيد نانتين وبعد الانفجار بيروت راحوا رجعوا رجعوا مرة تانية شفوا حال لأنه منهم بأمان وقت اللي عم بيصير في دايما هذه الضربات اللي سواء كانت بالجنوب أو ببيروت أو ببعلبق حتى نحنا بعلبق تعرضنا يعني لأسبوع كان أسبوع ناري حقيقة فاليوم هذا يعني عدم الاستقرار الأمني في لبنان هو اللي بيخبرني إذا أنا مهزوم أو أنا منتصر يعني أنا وقت اللي أنا قاعد هون وبس مألأز وما بدي إيجي بس هو بيقول لك طالما في شيء اسمه إسرائيل أنت بحالة عدم استقرار مرجعنا لنا مرجعنا أنت قلت له أنه نحنا فترة 15 سنة كان في اتزام بقواعد عن اشتباك كل الصراح ما أنها كل الأطماع بس بس يا أستاذ محمد نحنا اليوم في 2020 وعدا وعشرين حزب الله ممثلا بحركة أرمار بطريقة واضحة وصريحة هادي مراد عندك شك بقواعد الاشتباك أو ما يربط بين حزب الله وإسرائيل طبعا شو الشك طبعاك أنه في خدمات يعني متبادلة يعني لي ما بدي يقول هناك يعني مسرحية هاي المسرحية يعني يقولوها البعض مما يريد أن يزايد إنما قواعد الاشتباك نعم مرات مرات بتنخرق ومرات مرات بتنخرق على حساب الشعب اللبناني على حساب الشعب الجنوب شعب الجنوب اللبناني الحبيب فهيدي قصدي أنك تكون أنت بقلب هذه الحسابات كبش محرقة عم تروح فيها عم يروح البريء اليوم اليوم اللي عم يروح بهذا الحرب هو عم يروح البريء طبعا مع الشهداء اللي عم بيسقطوا أكيد هذا شيء آخر بس المدنيين اللي راحوا بلبنان اليوم يعني كان فيهم ما يروحوا أكيد بهذه الطريقة البسيطة والطريقة يعني راحوا بثمن جدا جدا بخص حقيقة ولو أنه يعني المعركة مع اسرائيل تطلب أكثر بس تطلب كمان إجماع دولي وإجماع عربي وروح حارب بسوريا أنا حربت قبل بسوريا وحربت باليمن وحربت بالعراق طبعا هو عم يقول لي أنه أنت ما فيك تكون مستقل عن الوجهة العربية والدولية بس أنا ما فيني لحالي حارب بسيفة يعني يعني حتى الرسول من قبل 1400 سنة ما حارب لحاله يعني اليوم نحنا شو عم نحكي عم نجرب نعطي تبريرات لوضع داخلي نحنا وحيدين عم نغرد خارج السرب ما حدا واقف إلى جانبنا حتى اليوم الإيراني يعني اليوم الإيراني أنا برأيي يعني ماشي حاله عمل انتخابات رئاسية جيب رئيس إصلاحي بين أوسين خدمة اللي ما يتفاوض به مع الأميركي يعني اليوم التفاوض عنده الإيراني أنا بعتقد أهم من حرب الإسناد وأهم من حرب غزة اليوم عنده مصالحه الداخلية يمكن عم يفكر بشعبه وعم يفكر بناسه بس أنا ما حدا عم يفكر فيه لا الدولة اللبنانية ولا جبهة الإسناد اللي عم تدمرني أكثر وأكثر وعم تعرضني للخطر كل يوم ويوم يعني بدك حضرتك حية تحييد لبنان عن كل الصراعات السيد موسى الصدر لهو إمام الشيعة عند اللبنانيين الذي يقول إن لم نتمكن من تحييد لبنان فلم نحرر شبرة من أراضي وصوف نصبح لاجهين هذا مش بخطاب مع الأستاذ سليم اللوزة كلا كلا هذا أمر صدر عنه توضيحات وهذا منسوب له زورا السيد موسى الصدر وبعبارة واضحة يقول إسرائيل شر مطلق طبعا عندما سأل ماذا يعني الشر المطلق بس كاين مع الحياد كلا كلا هذا غير صحيح هذا مكتوب بأكثر من كتاب ومصدر هذا القول أنا أقول لك منسوب زورا للإمام الصدر ومن نسبه زورا يعني مين اللي بلش فيه هذا مكتوب بأكثر من مصدر وليس غير صحيح أنا هناك إذا ما نناقش بشي غير صحيح تب بركي تضح أنه هذا الكلام صحيح بركي فيه السيد موسى الصدر اللي استمر كل عمره أنشأ المقاومة ودعا للمقاومة واعتبر إسرائيل شر مطلق أي أنه لا يمكن مش لا لا يمكن أن ينتج عنها خيرا واحدا لا يمكن أن يكون مع معهيد دبنان وحيد وهو يعلم بس كان راضي عن قبل أن تأتي إلى لبنان كان راضي الإمام موسى الصدر عن تصرفات الفلسطينيين في الجنوب والاستباحات اللي كانت عم بيوم فيها بالعكس تماما الإمام الصدر هل يتعارض مواجهة إسرائيل ومقاومة إسرائيل لم يكن يوما يرغب بتحويل الجنوب ككل إلى ساحة للعمل المقاوم الفلسطيني ضد الإسرائيلي هذا أمر صحيح وقد ضفي عدم لأجل ذلك ضفي عدم لأجل حماية مغدوشة وغير مغدوشة وأبناء الجنوب يعلمون ذلك إنما هل أقول اليوم الإمام الصدر دعا إلى تحييد لبنان لا يمكن تحييد لبنان ولا على الأفضل من يعبر عن هذا الموضوع هو الرئيس والجنبلات عندما يتحدث عن كيفية استحالة تحييد لبنان عن هذا الصراع الذي هو جزء منه أنت كيف تحييد حالك عن شيء أنت جزء منه اليوم ما يجري في جبهة الإسناد يؤثر ويدر الجنوبيين وإلى حد ما لبنان وهو يشكل أمرا سيئا كون الحرب أمر سيء بالمطلق ولكنه أمر ضروري جدا ليس لأجل حماس فقط بل لأجل لبنان أيضا وهذا الأمر يتأكد يوما بعد آخر من خلال تصريحات الإسرائيليين بس فيه عندك شريك بالوطن عندك شريك بالوطن لا بل ابن الطايفة يعني دكتور هادي مرات هذا دليل المصراح غير طائفي هذا أمر جيد أكيد أكيد هذا أمر جيد جزء ما بده ما بده هذه الحرب بده يعيش يومين ثلاثة بسلام بده بده الاقتصاد يزدهير بده العقول اللبنانية تبقى بلبنان وبده عدم التسكيل على لبنان يعني عدم الإقفال على لبنان اليوم كمان إذا هذا القول ما عجبه اليوم كمان السيد مصدر كان يقول أنه الشيعة اللبنانيين هم شيعة عرب وأن الرابط بينهم وبين أي دولة سيما الدول غير عربية هو خطأ لبن الخطيئة صح طيب اليوم نحن الشيعة في لبنان ما عم بحكي عن كل طائف الشعي يعني جزء فصيل معين من طائف الشعي هو مرتبط بطريقة مصيرية بدولة أخرى غير عربية يعني أنا اليوم هذا اللي مأثر علي أنه أنا وقت اليوم مثلا بدي أقدم على وظيفي بالإمارات أو بالسعودية أو بالأي دولة العربية اليوم بنرفض لأني شيعي هذا كلام وارد ومظبوط ليش؟ لأنه لأنه ما يفعله فصيل معين من الطائف الشعي في لبنان أصبح يعبر عن كل الشيعة وهذا الخطأ يا جماعة ما تاخدوا اللبنانيين والطائفي بأكملة بسبب بسبب يعني أفعال غير مبررة وبسبب أفعال يعني فجائية لمطرح إلى الهلاك هذا اللي أنا أحذر منه اليوم كما أحذر منه الإمام منذ أكثر من خمسين عام أكثر من هيك الإمام الصدر كمان هو الذي قرع أجراس الكنيسة بس أنا اليوم عمشوف بعض تلاميذ من يعتبرون نفسهم تلاميذ الإمام الصدر مثل المفتي قبلان الطريقة التي يخاطف فيها الآخرين هي طريقة يعني أنا بتمنى أنه يكون عم يسمع على السيد موسى الصدر ويشوف كيف كان يتكلم مع الفريق الآخر ومع المطائف الأخرى ومع المسيحيين عندما خرج الدير الأحمر وقال أنه كل رصاصة تأتي على عمامتي وعلى محرابي وعلى بيتي والمحاضرة اللي ألقاها من أجمل الكلام والخطبة التي قيلت أنا أدعو يعني أدعو جميع المشايخ مما نتحدث بلسان الإمام الصدر أن يقتضي به اليوم نحن شبهنا انقسامات عمودية اليوم تفتح تويتر بتشوف العالم عم تكفر بعض يا صديقي وبالتالي هل العالم عم تكفر بعض بتقول لك يا خي مازال المفتي عم يكفر الدكتور سامير جعجع أنت عم تقصد تحديدا على كلام لم يكن ينقص خطابك سوى أن تكون على ظهر الضبابة الإسرائيلية يلي توجه فيه للدكتور جعجع نعم هذا هو دائما نحن خطابنا عم نحكي طائف الشعي ومثل ما عمل للسيد الخامناء آخر فترة إذا ما كنت حسيني بتكون يزيد هل نحكي بهذه بهذه هذا كمان موضوع من المواضيع للأسف اليوم وسائل التواصل تقدر تكب الزيت على أي نار صح إنما هو هيدول مسؤولين عم بيحكي عن الجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية أنا اليوم جيمي الخطاب السياسي بشكل عام في لبنان تبدل عن ما كان هو قائم سابقا أيام الإمام موسى الصدر كان فيه فعلا كان فيه رجال سياسي كان فيه خلاف سياسي ونقاش سياسي صحيح اليوم حتى أنا طبعا المفتي قابلان أنا شخصيا ما أني مع أنه يرد أن هذا رئيس حزب فيه محزبين وفيه نواب وفيه سياسيين بالطائفة بيقدروا هني يرد ولكن اليوم سهولة تعاطي رجل الدين للسياسة في لبنان تجعل هذا الموضوع موضع سؤال إنما أنا أقول هل لأن الرد صدر عن مفتي المفتي أحمد قابلان يجب أن يكون بإعطاءه هالي أكبر بكثير وتصويب نحو فتنة إسلامية مسيحية أنا أقول كلا رجل الدين خلي أنا خد قاعدة للكل عندما يتحدث بسي رجل الدين يمثل الشيعة هذا هو السؤال رجل الدين عندما يتحدث بالسياسة فلنعتبره رجل سياسي يعني هالأد أنا ليش اليوم البطرق يعني السيد حتى النصر الله اليوم رجل سياسي وليس رجل دين رجل سياسي إنت لما طالب عم تتوجه له بالسياسي لا مشكلة إذا كنت تشتب أمامته صار موضوع آخر نفس الموضوع البطرق يعني البطرق لما كان يطلع عنده بيخطبوا موائف سياسية وكاني أنا من الأشخاص اللي لا أمانع نهائياً أن أقارب خطبات البطرق سياسية بأي مكان إن كان وبرد عليها وبنتئدها هذا أمر طبيعي جداً لازم هنا يفهموه أنت رجل دين عندما تتحدث في السياسة فأنت تضع صفاتك الدينية جانباً أنا بتعامل معك كرجل سياسي أنا مع أنه ينرد على المفتي أحمد قبلين بالسياسي ومع أنه أنا بيحترمك بموقعك الديني بس تحكيني سياسي أنت مثلك مثل أي رجل سياسي أخر أو محلل سياسي للأسف أنه نحن بالطائف الشعية هذا الموضوع عند البعض مثل السيد محمد أكيد مفهوم هذا الشيء بس نحن يعني هناك من عامة شعب الطائف الشعية يقول لك مثلا ما فيك تنتقدو هذا سيد وهذا رجل دين وهون بيخدني لاستحضار الإمام محمد مادية شمس الدين اللي كان يقول أنه علينا نفي فكرة أصمة المرجعية عن الحزبية بمعنى أن لا يصبح كل رجل دين مفتي سياسي هون نحن بنحكي عليك أن توصف أن هذا رجل هو شو هو يتعاطى الدين في السياسة أو يتعاطى السياسة في الدين لأنه بالطائف الشعية هذا الأمر متداخل ببعضه بما أنه الولي الفقيه الذي يصدر الأوامر هو رجل دين وبالتالي هو الأفقه والأعلم في كل الأمور وحاكم سياسة فهون المشكلة الحقيقية اللي بنعنيها أكيد مش بكل الطائف الشعية أكيد عند حركة أمل ما بيتبعوا هذا الموضوع حزب الله هو الذي يتبع نسبة هرى الجمهور اللي عم تحكي عنه بالطائف الشعية نسبة يمكن ربما لا تتعدل ربع أو ثلث عم بيقول لك حركة أمل عم بيقول مش موجودة عند حركة أمل يعني ما بيتأمن بموضوع والتالفاقية بس عم نحكي نحن بي موضوع أنه هذا رجل دين لا يجوز أصلا المس بأي أمر بيقوله نحن موجودة هي موجودة على السوشيال ميديا لما ننتقل خطاب السيد حسن مثلا يعني أنا وقت اللي بكتب تويتم معي نعم دكتور تنهال الأمور بأن هذا رجل دين ولا تستطيع أن تنقشه هو أعلم مننا عرفتين وسائل التواصل تظهر أبشع ما في الطوائف والأحزاب اللبنانية خلينكم متفقين بس عم تعكس لك حقيقة الأمور عم تعكس العالم شو بتفكير في كل صراحة عم تعكس حقيقة الأمور أنا اليوم وإنت وإنت وفلان وفلان على وسائل التواصل نقدر نغير بسياء عام إذا كان في حملة معينة ماشية والعالم عم تسيب بعضها ما بنقدر نغير بس نحن بجلسة حقيقية نقدر نغير السياء العام تبع الجلسة وسائل التواصل هي صنعت لأجل هذه الأهداف بالتحديد إثارة نعرات وأحقاد وخلافات يعني واحد بيكون يمكن مش طبيعي مش موجود يعني حساب وهمة بيعمل لك فتنة طويلة عريضة هل هذا يعكس حقيقة المجتمع هذا يعكس حقيقة صغار النفوس في المجتمع التي لا تجد لها مكانا في الواقع فتتجه إلى خلف الشاشة لخلق مكان بس كمان السيد محمد علوش قال أنه ما في دخنة من دون نار في سبب عم بيؤدي إلى هيدا الحديث يلي عم بيصير فتنة وطائفة إلى ما هنا طيب ما قولي مبارح شريمة قتل يا جيمي صار أنه الدرزي قتل المسيحة صار طلال إرسلام قتل وقته طيب هذا هذه مسؤولية ما هو فتك شوف تركو ماتلي لورا طيب وقت اللي بتحكي حضرتك عن أنه السوشال ميديا ما بتنضبط لأنه فيها ميما كان وهذا طيب وقت اللي بتشوف صحيفة الأخبار بتحكي عن موضوع نسب وبتوجه رسائل إلى المسيحيين وقت اللي بتشوف منظومة تركب هيدا الموجة وبنشهد يعني عدة يعني هيك تلميحات للمسيحيين ونتبهوها حالكم وقت اللي منشوف الخامنئي سيد الخامنئي أيضا كمان عم يحكي عن المعركة اليوم بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية مستمرة ولا نهاية لها من مين عم يخلق هيدا الجو في مين عم يخلق هيدا الجو نبلش من الآخر لتوضيح أخير يمكن أصرت موضح أكتر مر الجبهة الحسينية لا مش معك طبعا الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية اللي بيعرف بكربلا الإمام الحسين بيعرف أنه الحسين كان يمثل المظلوم ويزيد اللي كان بوقته هو الخصم كان يمثل الظالم واليوم للمفارقة كثير من السنة استنفروا على عبارة مع العلم أن كثير من علماء السنة الكبار يكفرون يزيد فإذن يزيد ليس سنيا خلان نطلق منهم طب ليش معه الظالم والمظلوم الأمر الثاني لأننا في أجواء عشوراء الإمام الحسين فالجبهة الحسينية هي جبهة المظلوم من يمثل المظلوم في هذا العصر الشعب الفلسطيني يمثل المظلوم ومن يمثل الظالم في هذا العصر الإسرائيلي يمثل الظالم من يقف مع الإسرائيلي هو حكما في جبهة يزيد بمعنى عشوراء بمعنى هو يقف مع الظالم ضد المظلوم ومن يقف مع الإمام الحسين في عشوراء الجبهة المظلوم هم من فلسطين ماذا فلسطين سنية اليوم على رأس الجبهة الحسينية تقع شعب غزة وفلسطين فلسطين سنية وشعب غزة سنيين والتالي ماذا ما هو الأمر الطائفي هل هو الحسين شيعي ويزيد سني العبارات طائفية العبارات انطلقت من واقع أننا نحن في أجواء عشوراء وزيارة الأربعين إلى العراق وهذا الحجد الهائل موجود في العراق وهذه أصلا تستعمل في تعبيرنا الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية بمعنى الظالم بمعنى الظالم والمظلوم هل أن الدكتور هادي بتعتبر في خلفية لهذه التغريدة أبعد من يلي قال طبعا أنا ما قفت عن موضوع الحسيني واليزيدي وهذا الشيء طبعا بيعرفوا الشيعة وبيعرفوا أكيد الكثير من السنة الراسخين في موضوع الثورة الحسينية على يزيد ويزيد لا يمثل السنة بطبيعة الحال أكيد إنما مزبوط التعبير الطائفي هي التي أنا ما لفتتني لأنه أنا بعرف تتغريداته وخطاباته هي طائفية لحد ما الإمام الخامنائي إنما اللي لفتني هو موضوع هذا التوصيف يذكرني بتوصيف بن لادن لما قاد هناك فسطاتين فسطات الإيمان وفسطات الكفر وكمان حتى جورج بوش لما بحملته قال إنه جبهة الخير وجبهة الشر اليوم هذا الانقسام اللي عملوا واللي وصفوا الخامنائي إنه اللي بيكون معي حسيني واللي ما بيكون معي يزيدة يعني هيدا الفكرة فكرة إنه أنا أولى أحد إذا أنت مش معي أنت خائن طب أنا مش معك أنا مش معك بقراراتك يعني أنا بكون يزيدة هذا الذي أنا أختلف معه بهذا الموضوع وهذا بيأكد إنه النظام الإيراني أد ما حاولوا يجمله هو نظام لا يزيل نظام شامل توتاليتاري وهيدي خطورته بأنه بأنه يستطيع أن يصنفق أنه أنت هيك أو هيك بناء على على رؤيته وهو الولي الفقيه الذي يفتي يعني فهلأ هو بالجسبة يقول له أنا مثلا يحلل يحلل ممكن دمي أنه أنا ضده أنت اليوم معارض لحزب الله هل أنت اليوم هل يتبع حزب الله هذه السياسة معك كمعارض شيعي لحزب الله سياسة ماذا المعارضة أنه أنت عم تعارض حزب الله يعني أنت صرت يزيدي بالنسبة لأله بلغت تسأله إله هلأ المنسبة لأله يمكن يزيدي يكون بس أنا أعتبر نفسي حسيني يعني لأنه لأنه الذي يقاتل لأجل بس طريق تعاطي حزب الله معكم وأنت اليوم عم بتشكله جبهة معارضة لحزب الله صح شوف الحسين إذا بدي أنا نتقل من مطرح ديني نحن نضلنا الكثير من 2015 وقبل 2010 2016 حتى اليوم في الثورة التي أمننا بها أنه يجب أن تقودنا إلى موضوع يعني الاعتراض على صوت الاعتراض من ثورة الجيع بالسبعة وتسعين مع شخص وبحاد فايدة اللي هو ابن خاد الوالد ببريتل نحن قمنا بهذه الثورة ليس على موضوع العداء الإسرائيل العداء الإسرائيل هو واحد بكل الطائف الشعي قمنا على الثورة بلبنان كله بلبنان كله قمنا بهذه الثورة لأنه حتى السيد عباس الموسى بيكان يقول مقاومة العدو الإسرائيلي تعادل مقاومة الفساد الداخلي وأنا عندما رأيت أن حزب الله تترك الجبهة في الجنوب مش تترك الجبهة دخل إلى عالم السياسي وأصبح لديه من وزراء وأصبح شريك في صنع القرار السياسي أنا أنا كحسينة ومش كيزيدة ويش بأنه أقف ضد هذه السياسة الداخلية التي ينتهجه حزب الله يعني أنت مشكلتك مع حزب الله في لبنان مشكلة المنظومة أنا مشكلتي أنا ليك يجب علي أن أبدأ من بيئتي أنا اليوم عندي أنا عشي مرشحين في بعضبك هرميل أنت مش عم تعمل الصحب البلدية حزب الله و أمل تعم تعم تشوف لبنان ككل نعم الحزب الله هو مشكلة لبنان بالنسبة لها حزبه حصل بين بيئة والبيئات الأخرى صح حتى ما يتأخذ حكي أنه هو فقط ضد حزب الله أنا أبدا أنا ضد كل هذه يعني حتى ما أقول كلمة كلمة كله ما بحبة مش كلهم يعني جزء كبير و نسيج كبير من المنظومة اللبنانية والأحزاب اللبنانية أكيد أنا ضده لهو يمكن أدنى مشارك فيها حزب الله تعمل تيار وطني حر تيار المستقبل نعم أبدا أنا شوف من ثلاثين سنة كنا فينا نقول شي وبعد 2005 صرنا نقول شي تاني حزب الله أصبح أصبح راعيا لهذه المنظومة بعد 2005 5 أو 16 19 سنة 16 19 سنة 19 سنة 19 سنة خرج من المنظومة كل من كان يقول عنه حزب الله أنه فاسد خرج كل الذين فسدوا في الأرض وأصبح هو الواجهة طب أنا هالخمسة سنة يقول لي واجهوا لحزب الله بما رعى فيه من حكومات ومن طبعا أبت باط عن جبران يعني اليوم هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يعني يقول له بشكل كامل أن يناقش فيه قد ما بده بس عم بيقول لك حزب الله فاسد عم بيقول لك فيه ناقش فيه قد ما بده أنا عم بيقول لي إله شو أنا حزب الله بلافع عن حاله أنا اللي عم قوله رجل مجلتين نظر أنا اللي عم قوله أنه احنا مشكلتنا بالداخل اللبناني يعني من الظلم بمكان تحوي لأنها هي مشكلة شعب مع حزب لا حزب الله شارك هلأ آخر أربع خمسة سنين يمكن بشكل فاعل طيب بدي أسألكم سؤال مشترك لحزب الله عشنا صراع طائفة وعشنا صراع الأحزاب وعشنا صراع الاقتصاد بدي أسأل سؤال مشترك لحضرتكم اتنينتكم ولكن بداية معك استاذ محمد علوش في حالة مواجهة لحزب الله اليوم رغم الحرب اللي عم بيخوضها مع إسرائيل هيدا شي ما كنا بنشوفه بالسابق ما في هالإجماع الوطني حول حزب الله اليوم ليش برأيك أنا شخصيا باعتبر أنه لم يكن هناك حالة إجماع على المقاومة مش بس حزب الله في يوم من الأيام بالالفين وستة ما بوقفه حد لم يكن هناك حالة إجماع في يوم من الأيام الرئيس سانيورا موقف الحرب كرمان في حرب الفين وستة شو باك؟ ما خبرتك مكتب عم بصلك سؤال شو؟ بحكتوا لو جبتلوا سيتة السانيورا اي بس جبتلوا دم معتين عشرة تذكر البكة نعم في حرب الفين وستة للأسف أنا عن جد بقوله متأسفا لم يكن هناك حالة إجماع على المقاومة ولم يكن هناك حالة إجماع على طريقة وقف الحرب وقد شاهدنا في بداية الحرب كيف تحول رئيس الحكومة السابق إلى حامل رسائل لتهديد حزب الله والمقاومة في آنفال لم يكن هناك حالة إجماع الجديد اليوم نعم هناك حديث جدي عن مرحلة ما بعض الحرب وأنا بدأت أستشرف مرحلة مقبلة صعبة في الداخل اللبناني هناك حديث كما يجري في غزة عن مرحلة ما بعض الحرب واليوم التالي في غزة هناك حديث انطلق في لبنان عن اليوم التالي للحرب في لبنان هنا علينا التفريق بين أمرين هل هؤلاء القوى السياسية هذه التي اليوم تقول نحن أمام يوم آخر بعض الحرب هل هي فعلا تمتلك قرارها وقادرة على المضي قدما في هذه اللعبة التي تقوم بها اليوم أم أنها ستنصاع حكما لأي تسوية مقبلة ستنهي هذه الحرب وتمنح اللاعبين أوراقهم هذا سؤال مع الوقت بين طرحين ولكن دكتور هادي لماذا حزب الله اليوم بهذا الوضع؟ هل ممارسات حزب الله بالسنين اللي قطعت السابقة هي اللي وضعته اليوم بهذا الموضع بين اللبنانيين؟ طبعاً عندك تبدأ أول شيء حزب الله ماذا فعله في 2011 و12 و13 بخروجه إلى العالم العربي واستفافه بقلب الدول العربية كان إلى تأثير ووقع كثير كبير في الشوارع اللبنانية عند السنة والشيعة والمسيحيين لأنه شاهدوا أن هذا الحزب يعرض لبنان للمخاطر بإنغماسه حتى الرئيس بري يعني بمحل ما يعني ما كان موافق على موضوع خروج الطائف الشعيد القتال في سوريا وفي العراق وفي هذه المناطق وهذا الشيء أساسي حتى نشوفه نحن من أين بلش الشرخ في هذه البيئة فأنا أعتقد أنه هناك ضريبة حملها حزب الله بهذه الفترات الطويلة قدت إلى عدم موجود إجماع حول قراره الذي يأخذ لبنان إليه سواء كان في السلم أو الحرب بدون العودة إلى الحكومة اللبنانية هو مستغل فكرة أنه موجود بالبيانة الوزارة هذه الجملة ولكن أنا أعتقد أنه سبب عدم الإجماع ولو أنه هناك بعض طبعا من يبرر له ذلك مثل جملات وكثير من السياسيين ولكن الحدث الأكبر بعدم الإجماع هو ما فعله طبعا بهذه عدم الإجماع ولكن ربما العدد الأكبر من الناس معه اليوم ما خسره في الشارع السني أيام الأحداث السورية ربما تكسبه عادة في طفان الأقصى ربما نعم ما يكون ربما لأن الأمور ستظهر في المستقبل ربما بموضوع أخير أيضا موضوع الحرب والسلم إضافة إلى كل شيء برأيك حزب الله متل ما كان عم بيسأل السؤال أستاذ محمد رح يكون عم يدفع التمن بنهاية هذه الحرب أم رح يرجع الكل ويمشي معه يعني أنا بعتقد أكيد 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 أخر شيء أخر شيء جابية المعارضة عم بتتبع لها مواقفة عم بتبعها هلا كانوا بعتقد عاملين ستصمد برأيك على مواقفة ولا بتمشي مع التسويق اللي باتجي؟ أنا بعتقد آخر شيء التسويق هي هي اللاعب الأساسي أخر شيء المعارضين الشيعة برأيك رح يدفعوا التمن مرة ثانية مثل بالألفان وخمسة؟ نحنا دائما عم يدفع التمنى الحلف الرباعي وألفان وتسعة ما هذا السؤال؟ يدفعوا التمن سياسة هذا حق لكل فريق سياسي يرجعوا بيهم شون عن أول وجديد؟ لا مشكلة لا مشكلة بالتهمين؟ بالسياسة طب يعني أنت اليوم معارض سياسة أصفك إيها بآخر الحل أنت معارض سياسي أنا واجبة أني ما أعطيك دار بالسياسة أكيد هو واجبه ويأخذ مني دار بس انتبه سيد محمد لا أنا ما عاد تهميش الوطل أكيد واجبك تهميش سياسيا أكيد بس مش واجبك أبدا أنه تضطهد واتنكل بالمرشحين الشيعة الذين ينزلوا بدوائر الجنوب والبقاع مثل ما صار بانتخبات 22 إن شاء الله يا رب نصل ليهم تبدور هدي نخلص من هذا التقسيم الطائفي طبعا أحد يحر ينزل ومكان أكيد لأنه كان في سلاح عم أنت عم توجه على سيراتنا وبيوتنا لما نترشح بوجه الحزب فهذا الشيء أساسي بدي بس انهي معك بأنه أنا حبت من عندك نطلق شي عم نأسس موقع اسمه الحقيقة نحن جزء من المعتدلين وأطباء والذكيتر في مطاقة الشعية فعم نأسس موقع الحقيقة طبعا هذا الموقع يهدف إلى إبراز وجهات النظر المعتدلي في لبنان وإن شاء الله بنحب نصديفك كوما ما ومنحب نصديف أستاذ محمد كمان نحن نمثل المعتدلين في لبنان بتمويل من مين بتمويل من مين بتمويل ذاتي نحن عملنا تحرر وراهنوا راهنوا على حركة تحرر 11 شهر إنه هذي الحركة التي تأثت هذي هذي مين وراها كان معدو تورع ولا يزيل دوتور علي خليفي والسزعل الزين والكثير مجرون طحية 11 شهر لو بتمويل كان صار فيه مملكي مثل ما بيقولوا نحن عم نشتغل باللحم الحي وفخورين بأنه أموالنا من خلال المهن اللي منشتغلها سبق كان طبيب أو محامي أو أستاذة عم نقدر نوظفها بخضم هذه نحن نشوف حنة بكل شخص لبناني همه لبنان وقضيته لبنان الصحافة محمد علوت شكرا لك وأهلا وسهلا فيك عضو مجلس القمصان البيض والناشط السياسي الدكتور هادي مرات مشاهدينا الشكر الأكبر رأي لكم على حسن المتابعة نلتقى نحن بكم بكرة إذا على الرد اشتركوا في القناة